اشتركوا في القناة الى الآية الرابعة والعشرين ننبه نبهنا عليها سابقا أن تتابع من المصحف لماذا؟ حتى تعرف الحركات والحروف وأيضا الرموز والصلاحات المصحف أيضا عندما أنطق لك الكلمة أن يكون لديك تركيز شديد بسمعك حتى تنطق نطقا صحيحا أيضا إذا طبق وتدربت ألا تستعجل حتى لا تضيع الحركات أو الحروف أيضا تنتبه لعلامات التي درستها وأحكام التجويد من تلك العلامات هذه العلامة ما هي؟ نعم علامة السكون وتدل على ماذا؟ أن الحرف مظهر كذلك انتبه لهذه العلامة الألف تمد لا تحذفها لابد أن تمد بمقدار حركتين أو ما شابه ذلك إذا وجدت هذه العلامة تمد أكثر من حركتين وهذه علامة المد توجد فوق أي مد نعم المتصل والمنفصل واللازم وأيضا تعطي هذه الميم والنون المشدد حقهما من ماذا؟ حقهما من الغنى بمقدار حركتين ثم إن فلا تستعجل أيضا تنتبه لهذه العلامة هذه الميم الكاملة علامة ماذا؟ القلب أو الإقلاب ماذا تقلب؟ تقلب هذه النون ميما وتقلب هذه التنوين ميما أيضا تنتبه لأحكام التفخيم والترقيق التي درستها سواء في الرآة أو في لفظ الجلالة أيضا تنتبه لهذه العلامة هذه علامة نهاية الآية تقرأ فإذا وصلت لهذه العلامة تأخذ نفس تقف وتأخذ نفس ثم تكمل ما بعد الآية ولا تصل الآية بآية حتى لا ينقطع النفس أيضا تنتبه لهذه العلامات علامات ماذا؟ الوقف صلا قلا والجيم صلا ما معناها؟ معناه الوقف والوصل جائز لكن الوصل أولى أولى وهنا الوقف ماذا؟ أولى وهنا الجيم جواز الوجهين الوقف أو الوصل الآن نأخذ بعض الكلمات تحظوا هذه الكلمة وهذه الكلمة هنا تكو بدون نون وهنا تكن فانتبه لهذه الكلمتين يا بني إنها إن تكو مثقال حبة تكو مثقال تكو مئ تكو مئ مئ أكسر الميم تكو مثقال فتكون في صخرة فتكون في صخرة رغم وجود النون لكن أخفيناها مع الفاء الحكم إخفاء استمع كيف أقرأها يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل إن فتكون في صخرة تكو مثقال فتكون في إذن لا تأتي بنون هنا تقول تكن لا تكو فقط ضم إن تكو مثقال فتكون في صخرة لاحظة الآن التاء مكسورة بدون يأتي بها يأتي وانت تعرف أن الفتحة جزء من عفوا الكسرة جزء من الياء الياء تي والكسرة تي أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يأتي بها الله يأتي بها وهنا أيضا ها مفتوحة لا تأتي بألف وانهى عن المنكر وانهى وانهى عن المنكر لا تقول وانهى فتمد وانهى عن المنكر وكذلك هنا أيضا كسر بدون يأة ولا تمشي في الأرض لا تقول تمشي في الأرض فتأتي مد وتقول تمشي في الأرض إنما تقول تمشي في الأرض إذن ننتبه تكو يأتي بها وانه عن المنكر ولا تمشي في الأرض تنتبه لهذه الحروف المحذوفة وقصد وقصد الآن القاف مقلقلة والدال مقلقلة وبينهما صاد مكسورة وقصد في مشيك وقصد 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 لاحظوا الآن هنا سكون وسكون وبينهما ضاد مضمومة لاحظوا هنا سكون وسكون وصاد مكسورة هنا مضمومة الضاد واغضض واغضض وقصد في مشيك واغضض من صوتك واغضض لاحظوا هذه الكلمة تنوين بعده إدغام بغنة ظاهرة وباطنة ظاهرة وباطنة ظاهرة وباطنة لا تقول ظاهرة إنما تقول ظاهرة وباطنة لاحظوا الآن الميم مضمومة بعدها بعدها تاء وهذه ماذا همزة ماذا نعم همزة وصل ماذا تفعل بهمزة الوصل في وسط الكلام تحذفها لاحظوا الصاد وصل فكيف تقرأها وإذا قيل له متبعوا له متبعوا ضم الميم له متبعوا له مت له مت له مت بدون همزة لا تقل لهم اتبعوا بدون همزة وإذا قيل لهم اتبعوا لاحظوا الواء مضمومة الو الو فقد السمسك بالعروة الوثقى الوثقى الوث وث وث وثقى لا تقول الوي الو الوثقى لاحظوا الآن هذه العلامة علامة الإقلاب أو القلب أحسنت إنه عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور الكلمة التي معنا الأخيرة لاحظوا الآن الضاد ساكنة بعدها طا كيف تنطقها أولا تقرأ نظ 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 ثم بعد ذلك الطا طرهم 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 نظ طرهم نظ طرهم لا بد أن توضح هذه الضاد في هذه الصطالة نظ طرهم لا تقول نطا 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 لابد نظ نظ نحضر الفرق بين اثنتين نظ والخطأ نط نط هذا خطأ هذا فتضاد نطقها نظ طرهم نظ طرهم نظ طرهم الآن سأقرأ لكم الآيات تبع معي وكرر أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ الآن بعد أن تدربنا على بعض الكلمات وكررناها استمعنا إلى الآيات الآن أعد المقطع مرة أخرى وتدرب مرة ثانية وأيضا استمع إلى قارئ متقن حتى تتحسن تلاوتك أسأل الله لك التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله وسلم وبركة على نبيه محمد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر